تنقشوا على الأطور العامة تتنقش الناس حولها من بعدها سيدي نصرها تطالب بي ذهب هذه الحكومة تروح تاراك رايح تسعة من أجل تغيير انتع نظام مشي تروح لي انتا قال لي مع البديش ان او المادة كذا من الدستور يودي روح تحمل على روحك وروح روح اركب راس وش من دستور تحكي لي عليه دستور تعبوتفلي قال لي دارو تم من جهة تقول اصابة ومن جهة خلو البلاد ومن جهة خوانا وقاعد تجيب ليكي شغلها لك الانسان اللي يراه وضرك هو الخنزير حرام ولكبدا انتعوه حلال عراك تدير في نفس الشي مدام انترك ضد نظام ضد هذه الاصابة الدستور يا سيدي موش الوقت للنقاش حوله موش الوقت للنقاش حوله الان انظرك الناس يتفق حول قال لدرك الحكومة الحكومة هذه انا راني قطرحت هو انه يكون هناك مؤتمر يا سيدي تديروا الدولة هاي يا سيدي تدير الدولة ويكونوا ناس راهم يعرفوا عندهم الاجهزة انتعو الأمن وراهم عندهم كذا يجيبوا هذا النخب عن المستوى الولايات واللي راهم شاركين في الحرام ناس مقبولين لما انتعوك انتعو قال مثلا في برج الغديعو مثلا لما تروح تجيب لي انتعوك واحد راهم الناس يعرفوه قال هذا راهم انسان متخلق وانسان ولد فهمي الله وانسان عنده مستوى الى بس بيه وانسان كذا وكذا ويشوفوه لس يعرفوه يقولك والله ما شاء الله يعني اعتك كمثال من الواقع هذا سليمين شنين هذا درته انا من حزبية مدرتوش ولكن قبلوه لماذا لانه قال انسان ما راهوش متلوث بالفساد ما راهوش كذا انسان مقبول جاء جابته الظروف راهو الظروف قال مثلا اقترح على جلبه شوي سير مرحلة معينة الى غاية انتخاب مجل الشعبي وطني والله وقال راهو انسان مقبول كمثال انا ذو كل ما نشوف انا واحد على رأس اللجنة تعل حوار قال مثلا واحد كيمب بن محمد علي بن محمد راهو رئيس اللجنة تعل حوار انسان موش متورط في هذه الفطرة مثل انه تسعين وارواح الهون ما وقفش قال مع ابو تفليقة والله قال راهو كذا والله كان راهو يسير والله كان انسان راهو مخرجون لا راهو تراته والله وقال نشوف انا شخص انسان مقبول اراهو يقبل هو بالتغيير عن دنيا تغيير انسان موش ملوث موش كذا نقولك انا ما شاء الله ما شاء الله تحط لي انت واحد قال مثلا في المراقبة انت الانتخابات قال مثلا ما على بارشانا انسان خابير مثلا في الدستور وانسان قال مثلا قانوني وانسان كذا وكذا ومعها شخصية ناس نضاغ وموش متحزب ما عندوش كيمان قولوا توجه هكذا خاصة ان هذو اللي متحزبين هذا اللي متحزب غير سيبالبان تعطر عليه موش متحزب تحط لي انا شخصية مقبولة يخوين نقولك بارك الله وفيك نشوفو احنا انا شخصية نبوع للشعب تحطيها تحطيها وقلوا كيفاش اتلاقوا وتفهموا ما تفهمش الناس ما تفهمش الناس خطر عليها مكاش المؤسسات كل واحد حب يكون هو لكن انت اللي راه المؤسسات خاض عليك انت اللي راه تليفزيون خاض عليك والبنوك خاض عليك والمؤسسات انت اللي راه تحت يدك انت اللي تقرر من ايش انا انا لو كان جاء تراها في يدي القرار في ربعة وعشرين ساعة نفريها لكم ربعة وعشرين ساعة نفريها لكم و الى الابد صح القرار انا مش في يدي انا هو قال مثلا انا نجيب قال ها هو رئيس حكومة انسان مقبول ها هو قال رئيس لجنة الانتخابات رئيس المقبول ها هو رئيس اللجنة الحوار مقبول و قال الى مرحلة ها حكومة قال مثلا تمشي لمدة شهرين والله حكومة مقبولة و قال ها هو رئيس لجنة الحوار تتدقش الناس كذا تلحقون السيغة قال هاي القوانين كذا وهي كذا والقوانين تكون فيها شروط قال مثلا يشترط في هذا الانسان اللي راه و ذرك هو كان مشاركا مع النظام ما كانت تترشف و قاله في هذه المرحلة قال تحدد مثلا من انا قال 10 او 15 سنة اللي هي تبنى فيها هذه الجمهورية الجديدة ستجلب الانتاب نفس الناس لا يخطئك من الصف الول يجيك في الصف الثاني يجيك في الصف الثاني صف الثالث في الصف الرابع يلحقك ما طلعت شدار رئيس حكومة يطلع لك مدير كان يخدم في الداخلية يطلع لك الثم يعود يجيب أصحابه ها هو قدامكم ها هو قدامكم و اسمه مصر كان معه مرسي او لم يكن معه و مبعد يلا دار عليه نفس الشي خطر عليه كان الناس اللي هما تسكرهم السلطة يسكرهم الجاه تسكرهم الاموال تسكرهم المواقف كان الناس اللي هما عندهم مواقف ثابتة و عندهم مبادئ ما يتبدلوش و كان الناس اللي غار يغتر برك والله تعرض عليهم انصب الله بسلامه بالعافية لذلك الاخو والاخوات باش منطورش عليكم لازم الناس تعرف باللي القاضية لا تتعلق بمرشح الزيد والله عمر من الناس احنا ما نشفي منافسة و راه قال كل واحد يعرض في السلع انتعو ما الحقناش لذلك المستوى احنا الان نرانا نريد ذهاب نظام وبناء جزائر جديدة بوجوه جديدة بعقليات جديدة بأفكار جديدة بأسلوب جديد بمشاركة الجميع والمشاركة انتع الجميع نتحدثوه في الاطار العام في الخطوط العريضة و من بعد كل واحد عنده خصوصيات انتعو النهار اللي نحقو المستوى انتع المنافسة يا اخوي الله يسأل عليك